اليوم بالقراءة العاطفية لبرج الجوزاء فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة ألمرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة فخلينا نشوف أخبارك إيه وأخبار للحبيب إيه والأمور العاطفية بالشهر دا برج الجوزاء فنحن مش هنشوف الحبيب فقط نحن نشوفك إنزا كذلك حاسس بإيه وأحوالك إيه وأحوالكم إنتوا اللي اتنين واضح يا برج الجوزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لإني بشوفك متضايقة كتير وواخد جنب ومنعزل وما بتكلمش حد وحاسس إنك متضايق جدا فإنت شايف إنه إنه الحبيب رافد يكلمك رافد يتواصل معك ومش عايز يتفاعل معك وزعلان أوي بصراحة فعلا الحبيب متباعد واخد جنب ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه أو بيحب العلاقات المتعددة أو في طرف ثالث بينكم لإنه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لتحت يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنان أو ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحان لإنه بشوفه هو حاليا رافد العلاقة معك صراحة ومتعاوز يتكلم معك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح أنه للحياة لإنه هو في الحقيقة زعلان أوي بس هو عنده مشاعر اتجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطالع من العلاقة دي ومشي فقايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخداع فحقيقة أنا بشوف أنه الشخص ده يعني مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعرهم الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه ونويين على إيه وبيكونوا يعني في ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب أقولك أنه الشخص ده هو حاسس أنه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس أنه في شي فيه الخداع هو متهيأ له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه متلخبط أو في فوضى عنده في أفكاره لأنه مبين عندي أنه يعني الشخص هذا في عنده اكتئاب لأنه في ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الأمور زي ما هي وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبك أكتر كذلك في ورقة يجيته بتقوله خد وقتك تفكر أنت عاوز إيه عشان تغتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك في كارت إجاه تاني بيقوله أنت لازم تفكر أنت عايز إيه وإمتى ولازم يكون متأكد من المشاعر ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي أنه الشخص دي هذا هو شخص مكتئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طالع عليك أنت يا برج الجرجاء أنه يأخذ وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته مشان يحسن يأخذ القرار المناسب فأنا اللي شايفه أنه أنت متباعد عنه أنت قاطع معاه والشخص ده في الوقت الحالي أنت متغاز منه كثير ومتضايق منه وزعلان عليه وبصراحة مبين عندي أنه أنت بدك تتخانق معاه لقبة كبيرة فالورقة بتقول أنه انت زعلان منه كثير وبدك تدربه وتتخانق معاه تصرخ في وشه يعني فذلك جاييك ورقة بتقولك حب نفسك أكتر لأنه مبين عندي أنه أنت ما بتحبش نفسك كثير بتدي الناس أكتر خصوصا لما بيكون عندك مشاكل يعني ما بتهتم بنفسك وبصحتك مضبوط لهيك الورقة بتقولك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي مشان المشاكل ما تأثر عليك في الطالع والنازل طلع لي كمان يا برش الجوزاء أنه في عندك كارت في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس ممكن أن في هذه الفترة هذه تكون أنت عم تخروج عم تأدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الأماكن ولكن أنا شايفك ولكن أنا شايفك في الكروت هذا أنه أنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي أنه أنت والشخص ده روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني يعني بتجدبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيته مع بعض أو لا مبين عندي كأنه يعني فين جداب لألكم ولكن عندي ورقة بتقول أنه أنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة أنك تمشي تخانض أو تضربه أنا ما بعرف يعني الطاقة هذه طاقة أنك بدك تخانق بدك تضرب بدك تترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون أنك أنت بتكلم ناس ثانيين يعني عشان تبين له أنه في ناس ثانيين في طاقات والورقة بتقول لك أنت لازم تحافظ على طاقتك لأنه استعمال الطاقة في ما صارها الصحيح هو الشي اللي راح يخليك تحصل على الشي اللي بدك إياه لهذا عندي ورقة بتقول لك أنت لازم تغير شوية من طريقتك لأنه أنا شايفك أنت لا تريد أن تتغير يعني مش عايز تتغير أو حتى مش عارف تتغير فأنت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء أنه عندي ورقة بتقول أنه أنت مش يعني ما بتحب نفسك بس مش بتحب نفسك بالطريقة الصحيحة كذلك أنا شايفة أنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته واضح عندي أنه الشخص هذا نسحب من هاي العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص يدفي عنده رفض في الشغلة في هاي العلاقة فهو بفكر في علاقتكم في الأوقات في الكلام اللي كنت بتحكوه على السوشيال ميديا وهو حاسس أنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هذه وكأنه يعني بيقول الحمد لله أني خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه ألف شكر ده إحساسه في الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا إحساسه وفي الحقيقة عندي وراءه بتقول إنه هو بيفكر فيك وبيحبك وهذه الشغلة اللي لا تتنظري الشخص هذا بيحبك بيحبك كثير هو مختفي بس بيحبك بس بي حاجة جواه يعني مخوفاه خايف إنه يقرب أنا مش عارفة الأسباب يعني أنتو أدرى فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط أوراق ومش عارف شو يعمل في الحلاقة هذه فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون أنت مستقوي القلب عليه مجايز يعني أو حتى ممكن أنت بتتواصل معها روحيا أو جسديا فمخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا إنه أنت غامض مش عايش تقول له إيه اللي بيحصل إيه اللي اللي حاصل كذلك أنت متضايق جدا ومتغاز ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقها الشخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا مبين عندي إنه راكد يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني مبين عندي هاي الشغلات واضحة واضحة هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع كان فيها غموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وباغي يركز في روحانياته أكتر وعاوز يدرسك وعاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفلو يعمل حاجة يعني يعني هو مطلعش مرة واحدة هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو في الحقيقة ما طلعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قافل معاك وما بيردش بصراحة انت شايف كأنه مديك وشي خشب عايز أشوف لك الشخص هذا إذا مخادع ولا لا استنوا حقيقة الشخص ده هندي ورقه مش مخادع الشخص ده مش مخادع كأنه كان لابس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فأنا همحاول شوف إذا في حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص منك انت يا برج الجوزاء فعندي الورقة انه هو مش عايز ياخد خطوة عشان فيه ثلاث صيوف قدامه فقايز يعني فغالبا يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص أم الأسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بيناتكم في حقيقة طالع نازل هيك بودني أي حد فيكم ففي الأغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء لانه انت اللي محتاج تحب نفسك تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج الدلو وبرج الأسد والعذراء والتور وبرج الحوت برج الأسد أو القوس واحد منهم فممكن تكون أبراج ثانية برج الدلو وبرج الأسد لأنه أكثر شيء مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة انك هتمر بمرحلة انفصال أو مرحلة هتكون فيها متدايق فغالبا ايه اللي هيحصل انتو اللي اتنين هتكونوا حسين بوحدة أو من ناحيتك انت بالأكثر فالشخص داك انه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتدايق فلو كنتو مش منفصلين فممكن انتو في الشهر دا يعني ممكن انكم مش هتتكلموا حيكون في شعور بالزعل والحزن بينكم انتو اللي اتنين وانا شايفا اكثر انه حيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء فانا شايفاك يا برج الجوزاء انك متغاض واخذها على صدرك ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المثلة وتحب نفسك بصحيح وحب اقولك انه الشخص دا ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فانا شايفا انه حدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برد النظر يعني الشخص الطرف الثالث هو مين فانصراحة عندي ابرج الجوازاء انه بطاقة جسدية فممكن انه تكون انت عملت ضيع وقتك اني هيك مع اهه ف Area يمكن عشان تطلع من حالة الاكسي اب اللي انت فيها لاني شايفك حاسس بالوحدة والانعزال وفي طاقات قشدية ولكن بدون مشاعر فانا شايف انو انت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تاخد قراراتك بنفسك وبتخليش المحيطين يؤثروا على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك فبين عندي يا برج الجوزاء انو انت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم او امرأة عظيمة فما غينفعش انو يكون طرف ثالث ان هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول لنصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده انو هيكون في تباعد وتباعد بسعي يعني بصراحة يعني انتو اللي اتنين في عندكم احساس مشترك هو احساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء انا بشوف يعني انو الموضوع في ايدك انت بصراحة ونشوف كروة النصيحة يا برج الجوزاء لانو بشوف انو الشخص هذا هو محبش يباعد عليك الشخص هذا بيحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في الفترة ومشوف في هذا الشهر هذا راح تظلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما راح يعمل اي شي راح يظل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك بيرقبك وما غيعمل حاجة يعني ما غي دير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة ومش هيطلعك من الدماغه لانه هو لسه عايزك انا قلتلك في الاول انه في برأة عندي واضحة انه بيحبك انت فهو غالبا هيختفي ولكن هو هيبص عليك على السوشال ميديا هو برأبك على السوشال ميديا برض النظر انه بختفي وانه انت حاسس انه يعني العلاقة انتهت وانه هو خلاص شالك من حياته لا الشخص ده ما شارك من حياته الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قنب وقاعد راح يضلعن برأبك في السوشال ميديا هيك فبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه متجوز كأنه في علاقة تجوز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه او درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فراح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء هاي العلاقة الثلاثية الثانية شو رح يصير ماشي مبين يا برج الجوزاء انه انت رح هون هاي العلاقة الثلاثية اللي فبح عندي انه انت ضايع هاي العلاقة الثلاثية وما بين الشخصين وما بين الشخصين هدول استنى اها يا اله شو هاد اها بين الشخصين نشوف وانت عم تفكر كثير في هاي العلاقة الثولاتية الشخص اللي انت بتحبه كمان بيحبك عم بيدعي الله نشوف يجمعكم عم يدعي الله يجمعكم بسعادة نشوف رح نشوف شو رح يصير اذا رح يتحقق هالشي انا حبيت اتترك لهي العلاقة الثولاتية كذلك اللي عندي ظاهرة في طاقة ترابية واضحة عندي وطاقة نارية نشوف هذا الشخص هاد بيحبك و يدعي الله يجمعكم مع بعض مرشي 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 نشوف راح يطلع عدمه بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذي يعني عم يدعي الله و كأنه يائس و يدعي يدعي كثير طالع عندي اه يدعي لكي يجتمع مع الحبيب و يتبعه يبرج الجوزاء القرار قرارك فانت سواء يا اما راح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبه او راح تضلك بهي العلاقة اللي انت فيها و اللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية فقط يبرج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الامور كلها بايدك بهي العلاقة الثلاثية اللي انا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه و اللي هو متباعد معك بيحبك و بيدعي الله و بده يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت بتزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح و انت بتحبه رد النظر انا مش فهمة يعني ليش يعني كيف يعني اشترقتوا عن بعض اكيد في ضرور المهم والنصيحة اللي عندي يا فرج الجوزاء بيقولك اختار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا فرج الجوزاء انه انت بتهزم بالنس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه و شو الشي اللي راح يسعدك لهذا بيقولك اختار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء و بيقولك كمان بالورقة انه رغبتك هي بايدك انت فربنا معاكم يا فرج الجوزاء و ادولي الموقف للتعليقات و ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس و اشككم على خير والسلام عليكم